مادريد تغازل الجزائر مجدداً لترميم العلاقات المقطوعة بين البلدين وزير الخارجية الإسباني خوزي مانويل ألباريس امتدح الشركة الجزائري واصفاً إياه بالمورد الموثوق الذي يحترم عقوده الدولية في مجاري الغاز منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين شهر مارس من العام الماضي عملية التزويد بالغاز الجزائري تم الالتزام بها بالكامل ولم يحدث أي إخلال بالعقود هذا ما أكدته لي شركات الغاز الإسبانية احتياجات إسبانيا من الغاز ستغطى بالكامل وفقاً للضمانات السياسية التي قدمتها الحكومة الجزائرية وشركة سونترات في آخر زيارة لي إلى الجزائر ولا دعي للخوف على الإطلاق في يونيو 2022 علقت الجزائر معاهدة صداقة وتعاون وحسن جوار مع إسبانيا عمرها عشرون سنة وفرضت عقوبات اقتصادية بوقف عمليات الاستيراد من السوق الإسبانية ما أدى إلى تراكم الخسائر على الاقتصاد الإسباني قدرتها مصادر مختصة بأربعة ملايين يورو يومياً منع التوطين في إسبانيا كما في الجزائر بالنسبة للإستيراد والتصدير هذا يوقف النشاط الاقتصادي تقريباً بالمرة بين الجزائر وأسبانيا خاصة في المبادلات التجارية ونحن نعلم بأن إسبانيا هي تأخذ من الجزائر يعني مواد أولية في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية وقبل أيام اتهمت مسؤولة في الحزب الشعبي المعارض بإقليم فالانسيا الحكومة الإسبانية بالإضرار بمصالح المنتجين المحليين مشيرة إلى أن تعليق الجزائر للمبادلات التجارية الحق خسائر باقتصاد الإقليم تقدر بـ 230 مليون يورو وعلى الرغم من رفض بروكسل التدخل علناً في النزاع لم تفقد إسبانيا الأمل في وسطة المفاوضية الأوروبية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي لحقت بها متمسكة بيدها الممدودة للجزائر ودابت مادريد خلال الأشهر الأخيرة على إطلاق تصريحات التهدئة لا تلبي حسب مراقبين أدنى شروط الجزائرية لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين مع توقعات باستمرر هذا الجو البارد في العلاقات إلى ما بعد الانتخابات العامة في إسبانيا كاريم قندولي قناة الغد الجزائر